لا طالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة سياسة الخارجية المصرية بثوابتها الراسخة في التأكيد على الحق الفلسطيني المشروع ومع اندلاع لدول الاسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من اكتوبر وصلت مصر جهودها الحفيفة لدعم الاشقاء الفلسطينيين بشتى الصبل خاصة في مجال انفاذ المساعدات الانسانية لطالما كانت قضية العرب بل وقضيتها الاولى على مر التاريخ ومن اجلها سطرت مصر ملحمة سياسية وقانونية وانسانية بدأت منذ السابع من اكتوبر الماضي وباتت محطاتها تتزايد يوما تلو الاخر من اجل الانتصار للانسانية وحفظ الحق لاصحابه دور محوري تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية في ظل العدوان الاسرائيلي تجلى من خلال عدة محاور تكمل بعضها البعض تحت مظلة دعم الانسانية فمصر كانت وما زالت في طالعة الدول التي تقوم بتجهيز قوافل المساعدات الانسانية المحملة بالاف الاطنان من المساعدات التي تضم مواد غذائية ولحومة وملابس وبطاطين بالاضافة الى الادوية والمساعدات الاغاثية الاخرى بل رفضت مصر اجلاء اي رعاية اجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح الا بعد ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الاوضاع الانسانية وفي هذا الاطار لم يغلق معبر رفح الحدودي ابوابه يوما لاستقبال المصابين وعبور المساعدات الانسانية القادمة من جميع انحاء العالم كما حدثت مصر مطار العريش لاستقبال المساعدات الانسانية من الدول ومنظمات الاغاثة وتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها اسرائيل دولة الاحتلال على المدنيين وفي اجراء اخر يظهر الاصرار المصري على دعم الاشقاء الفلسطينيين قامت مصر بتنفيذ عمليات اسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة بمشاركة عدة دول صديقة وشقيقة للحد من وطأة المعاناة الانسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية للمناطق الشمالية وبالتوازي اجرت مصر محادثات مع المنظمات والقوى الاقليمية والدولية لضمان اصال المساعدات الانسانية وبتوجهات من القيادة السياسية تقترب القاهرة من اتمام مخيم خان يونس للنازحين الفلسطينيين ضمن سلسلة من المخيمات التي حرصت مصر على اقامتها في منطقة جنوب قطاع غزة لاستيعاب الاعداد المتزايدة من المهجرين قسريا من وسط وشمال قطاع غزة جهود حثيثة وشاملة تخطى حجم حاصلتها على المستوى الاغاثي والانساني في قطاع غزة كافة الجهود الاخرى التي تبذلها دول عربية واجنبية حيث بلغت نسبة المساعدات المصرية من اجمالي المساعدات التي تم ادخالها الى القطاع منذ اكتوبر الماضي نحو 87% ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى الانساني على عمليات ادخال المساعدات فقد استضافت المستشفيات المصرية حتى الان اكثر من 3700 مصاب فلسطيني لتظل مصر على مر التاريخ حصن الامة المنيع وقلعة العرب اشتركوا في القناة